اشتركوا في القناة يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساءا واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم عمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وأن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وإن أوضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثات وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد كواني الكرام مازلنا مع تأملات قرآنية وصورة الفرقان والإمام الطبري وقول الله عز وجل وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما يقول تعالى ذكره وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا أي بالحلم والسكينة والوقار غير مستكبرين ولا متجبرين ولا ساعين فيها بالفساد ومعاصي الله عز وجل وقوله جل وعلا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما يقول وإذا خاطبهم الجاهلون بالله بما يكرهونه من القول يعني بما يكرهونه من القول أجابوهم بالمعروف من القول والسداد من الخطاب وأما القول في تأويل قول الله جل وعلا والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما يقول تعالى ذكره والذين يبيتون لربهم يعني يصلون لله يراوحون بين سجود في صلاتهم وقياما وقوله تعالى وقياما جمع قائم قائم كما الصيام جمع صائم والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم يقول تعالى ذكره والذين يدعون الله أن يصرف عنهم عقابه وعذابه حذرا منه ووجلا وقوله تعالى إن عذابها كان غراما يقول إن عذاب جهنم كان غراما كان غراما يعني ملحا دائما لازما غير مفارق من عذب به من الكفار ومهلكا له ومنه قوله قولهم رجل مغرم من الغرم والدين من الغرم والدين إخواني الكرام ومنه قيل للغريم غريم لطلبه حقه وإلحاحه على صاحبه فيه ومنه قيل للرجل الملع بالنساء للنساء إنه لمغرم بالنساء إنه الذين نجاهوا الله عز وجل يعني إنه لمغرم بالنساء وفلان مغرم بفلان إذا لم يصبر عنه ومنه قول القول الأعشى إن يعاقب يكن غراما وإن يعطي جزيلا فإنه لا يبالي وقبله جل وعلا إنها ساءت مستقرا ومقاما يقول إن جهنم ساءت مستقرا ومقاما يعني بالمستقر القرار وبالمقام الإقامة يعني كأن معنى الكلام ساءت جهنم منزلا ومقاما وإذا ضمت الميم من المقام فهي من الإقامة وإذا فتحت فهي من قمت ويقال المقام أيضا إذا فتحت الميم أيضا هو المجلس ومن المقام بضم الميم بمعنى الإقامة قول سلامة بن جندل يومان يوم مقامات وأندية ويوم شير إلى الأعداء تأويبا ومن المقام الذي بمعنى المجلس قول عباس ابن مرداس فأيي ما وأيك فأيي وما وأيك كان شرا يعني فقيد فقيد إلى المقامة لا يراها يعني المجلس وضع إخواني القول في تأويل قول الله جل وعلا والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما وكان بين ذلك قواما يقول تعالى ذكره والذين إذا أنفقوا أموالهم لم يسرفوا لم يسرفوا في إنفاقها ثم اختلف أهل التأويل في النفقة التي عناها الله في هذا الموضع أي في تلك الآية وما الإصراف فيها يعني واضح والإقتار إيه معنى الإصراف وإيه معنى الإقتار فقال بعضهم كما يقول إمام الطبري فقال بعضهم الإصراف ما كان من نفقة في معصية في معصية الله وإن قلت قال وإياها يعني عن الله وسماها إصرافا قالوا والإقتار المنع من حق الله هذه طائفة يعني واضح إخواني هذه طائفة وقال آخرون إخواني الكرام وقال يعني آخرون الإصراف هو أن تأكل ما لغيرك بغير حق طبعا إمام عبد الحق في التأويل في تفسير ابن عطية الأندلسي يعني رد على هذا الكلام هذا الكلام يعني الصحيح يعني وقال يعني آخرون يعني الإصراف هو أن تأكل ما لغيرك بغير حق وقال آخرون يعني السرف المجاوزة في النفقة السرف المجاوزة في النفقة السرف المجاوزة يعني في النفقة يعني والإقتار التقصير عن الذي لابد منه يعني قال آخرون السرف إخواني الكرام يعني المجاوزة في النفقة المجاوزة في النفقة يعني المجاوزة في النفقة الحد والإقتار التقصير يعني عن الذي لابد منه عن الذي لابد منه والصواب كما يقول الإمام القرطبي الطبري والصواب من القول في ذلك قول من قال الإسراف في النفقة الذي عناه الله في هذا الموضع ما جاوز الحد الذي أباحه الله لعباده لعباده إلى ما فوقه والإقتار ما قصر عما أمر الله به والقوام بين ذلك هنا الصواب كما يقول الإمام الطبري رضي الله عنه وأرضاه الصواب من القول في ذلك الصواب من القول في ذلك قول من قال الإسراف في النفقة الذي عناه الله في هذا الموضع ما جاوز ما جاوز الحد الذي أباحه الله لعباده إلى ما فوقه يعني واضح والإقتار ما قصر عما أمر الله به والقوام والقوام بين ذلك يعني واضح إخواني يعني هو عادي يقول أن التقطير والإسراف في المباح واضح وإنما قلنا ذلك كما قلنا الطبري كذلك لأن المسرف والمقتر كذلك ولو كان الإسراف والإقتار في النفقة مرخصا فيهما ما كان مذمومين واضح إخواني ولا كان المسرف ولا المقتر مذموما يعني واضح مذموما يعني واحد يزود في المباح يعني بدل ما يجيب مثلا يجيب حاجة يروح يجيب دست دست واضح مثلا يعني على سبيل المثال ما نقصدش حاجة يعني واضح يعني يبقى إيه مش قادر عمل يحمل يحمل طبعا هتود ده فين وأطرف فين وعندك عمر يقض الحاجات دي كلها فهين يقول ولكن المسرف لو كان الإصراف والإختار في النفقة مرخصا فيهما ما كان مذموما يعني إيه إخواني يعني ولا كان المسرف ولا المقتر مذموما وإيه آه لأن ما أذن الله في فعله فغير مستحق مستحق فاعله الذن وإيه إخواني واضح فإن قال قائل فإن قال يعني فإن قال قائل فإن قال قائل فهل لذلك من حد معروف نبينه تبينه لنا يعني لو نسألنا الإمام الطور لو في حد معروف تبينه لنا عشان ما نختلف شيء طيب الإيه قال قيل نعم ذلك مفهوم في كل شيء يعني إصلاف في كل شيء من المطاعم والمشارب والملابس والصدقة وأعمال البر وغير ذلك يعني فهو قال لك نكره تطويل تطويل الكتاب بذكر كل نوع من ذلك مفصلا غير غير أن جملة ذلك هو ما بينا وذلك نحو إيه أكل آكل آكلا من الطعام فوق الشبعي يعني ما يضعف بدنه يعني وينهك قواه ويشغله عن طاعة ربه يبقى هنا إيه الإصراف يا إخواني ما يضعف بدنه بدنه وينهك قواه ويشغله عن طاعة ربه وأداء فرائضه فذلك من السرف فذلك فذلك من إيه من السرف إخواني الكرام وفي نفس الوقت أو أن يترك التخطير بقى الأكل وله إليه سبيل مش بترك رضا من عنه لا فيه حتى يضعف ذلك يضعف ذلك جسمه وينهك قواه ويضعفه عن أداء فرائض ربه فذلك من الإقتار وبين ذلك القوام على هذا النحو كل ما جانس ما ذكرنا لكن إذا الإنسان يا إخواني أما إذا كان اتخذ الثوب للجمال يلبسه عند اجتماعه مع الناس واضح الجرفتة والمندل ما فيش مشكلة يعني فأما اتخاذ الثوب للجمال يلبسه عند اجتماعه مع الناس وحضوره المحافل والجمع والأعياد يعني واضح إخواني واضح فدون ثوب مهنته يعني مش يروح بثوب مهنته اللي بيشتغل فيه أو أكله من الطعام ما قواه على عبادة ربه مما ارتفع عما قد يسد الجوع يعني ممكن يقول أكثر من المشتد الجوع بيش نتقوى العبادة مما هو دونه من الأغزية غير أنه لا يعين البدن على القيام لله بالواجب يعني معونته فذلك خارج عن معنى الإسراف بل ذلك من القوام لأن النبي صلى الله عليه وسلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم إخواني الكرام يعني قد أمر ببعض ذلك وحض على بعضه كقوله صلى الله عليه وسلم ما على أحدكم لو اتخذ ثوبين ثوبا لمهنته وثوبا لجمعته وعيده وقوله صلى الله عليه وسلم إذا أنعم الله على عبد نعمة أحب أن يرى أثرها عليه يعني وما أشبه ذلك وما أشبه ذلك من الأخبار التي قد بيناها في مواضعها يعني كما يقول الإمام رضي الله وتعالى رضي الله تعالى عنه ورد إخواني وأما قوله تعالى وكان بين ذلك قوام فإن النفقة بالعدل والمعروف فإن النفقة بالعدل والمعروف على ما قد بينا وبنحو الذي قلنا في ذلك قال به أهل التأويل قال به أهل التأويل وقوله تعالى ننتقل الإمام ابن كثير في تأويله والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وجذاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته